بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين هل نحتاج إلى هذا؟ أفضل يمكن أن تغليقه أفضل لا هكذا المنفصل هنا أو خلو من المتصل هذا خلاف ما قاله الإمام بن مالك وفي اختيار لا يشيء المنفصل إذا تأتي أن يقي المتصل هنا المنفصل أفضل لذلك المتصل يشويس تمام قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعضومه في الدنيا والآخرة ولما فرغ من الكلام على القسم الأول وهو ما يرفع الإسم وينصب الخبر يقصد كان وأخواتها أخذ يتكلم على القسم الثاني وهو ما ينصب الإسم ويرفع الخبر فقال وكلامه لازال في المرفوعات وذكر من المرفوعات الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان اليوم نأخذ خبر إنا فقال رحمه الله تعالى وَأَمَّا إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الْإِسْمَ قال وَأَمَّا إِنَّ إِنَّ هَذِي مُتَدَّهُنَ خَبَرُهُ فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الْإِسْمَ ثُمَّ إِنَّ هَذِي الْجُمْلَةُ كُلَّهَا في محل جزم جواب الشرق لأما تمام سيأتي نعرى قال فإنها تنصب الإسم وترفع الخبر وهي إِنَّ وَأَنَّ وَلَكِنَّ وَكَأَنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ وتسمى هذه الحروف فهي حروف المشبهة بالأفعال أو المشبهة بالفعل قال لك ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية لِإِنَّ أَنَّ لَيْتَ لَاكِنَّا لَعَلْكَ أَنَّ عَكْسُ مَالِكَانَ مِنْ عَمَلْ كَأَنَّ زَيْدًا عَالِمٌ بِأَنِّي كُفْءٌ وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ضِعْنٍ ما معنى ضِعْن؟ حقل حسد واضح؟ نعم قال هنا تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للإستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع قال العلامة حسن بن علي الكفراوي الشافعي المتوفى في سنة 1222 وأما الواو حرف عطف أما حرف شرط وتفصيل إن مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وأخواتها معطوف على إن والمعطوف على المرفوع مرفوع وأخوات مضاف والها مضاف إليه مبني على السكون في محل جر فإنها الفاء واقعة في جواب أما وإن حرف توكيد ونصب تنصب الإسم وترفع الخبر والهاء اسمها مبني على السكون في محل نصب تنصب فعل مضارع مرفوع وفاعله يعود على إن والإسم مفعول به منصوب وترفع معطوف على تنصب وفاعله مستطر يعود أيضا على إن والخبر مفعول به منصوب وجملة تنصب وما عطف عليها في محل رفع خبر إن كما قلت لكم قبل قليل وجملة إن وجملة إن واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدأ وهو إن الأولى وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشر في محل جزم جواب الشر وهو أم وهي ألواء للاستيناف هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع إن بكسر الهمزة وتشجيد النون هي وما عطف عليها خبر مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وأن بفتح الهمزة وتشجيد النون معطوف على إن مبني على الفتح في محل رفع ولكن يرحمك الله بتشجيد النون معطوف على إن مبني على الفتح في محل رفع وكأن بتشجيد النون معطوف على إن مبني على الفتح في محل رفع وليت ولعل معطوفان أيضا على إن مبني على الفتح في محل رفع هذا واضح قال ثم شرع يمثل للبعض ويقاس عليه الباقي بقوله تقول في عمل إن المكسورة وإعرابه تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل مستطر نجوبا تقديره أنت إن زيدا قائم بسم الله حسن أعرف إن زيدا قائم إن حرف توكيد ونصف أحسنت دام حل له من العرب أحسنت إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من العرب إن زيدا فضل أحسنت زيدا اسم إن منصوب علامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره ممتاز إن زيدا قائم أحسنت ممتاز طيب حمزة بلغني أن زيدا منطلق أعرف انتظر يا حمزة انتظر أنا أكتب ما زيد مرة أخرى حمزة بلغ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من العرب نعم والنون للوقاية أليا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أحسنت بلغني أن حرف نصب ومصدر وتوكين نعم زيدا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أن زيدا منطلق أحسنت منطلق خبر أن مرفوع علامة رفعي ضمة ظاهرة على آخره أين خبر الفعل أين فاعل الفعل بلغني المصدر المؤول مما دخلت عليه أن في محل رفع في محل رفع فاعل التقدير ما هو بلغني انطلاق زيد بلغني انطلاق زيد واضح؟ قال هنا والفرق بين إن المكسورة والمفتوحة الفرق بين إن المكسورة والمفتوحة أن أن المفتوحة لابد أن يطلبها عامل كما مثل ما معنى لابد أن يطلبها عامل؟ أي لابد أن تكون في محل واضح؟ لابد أن تكون في محل فتسبق بعامل قال أن أن المفتوحة لابد أن يطلبها عامل لاحظ كلمة لابد هذه مهمة بخلاف إن المكسورة ايش تقدير الكلام؟ بخلاف إن المكسورة فلا يلزم أن يطلبها عامل قد يطلبها وقد لا يطلبها قد تسبق بكلام وقد لا تسبق بكلام قد يتقدمها كلام حقيقة وقد يتقدمها كلام حكما هذه إن المكسورة ولذلك قال هنا بخلاف إن المكسورة فإنها تقع في ابتداء الكلام حقيقة أو حكما حقيقة أو حكما تقول مثلا إن الله غفور رحيم هل تقدم إن كلام؟ لا لكن تقول مثلا يقولنا عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن تقدمها ألا واضح؟ ومع ذلك كسرت لأن ألا هنا أداة استفتاح لا محل لها من عراق قد يتقدمها فعل قال قال الله سبحانه وتعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب واضح؟ واضح؟ إذن ما الفرق بين أن وإن أن أن لابد أن يتقدمها عاما بخلاف إن فقد يتقدمها وقد لا يتقدمها قد يسبقها كلام حقيقة وقد يسبقها كلام حكما حكما تمام؟ قال هنا وتقول في عمل لكن قام القوم لكن عمرا جالس ولكن هذه تأتي للإستدراك وتكون بين أمرين متغيرين الأول غير الثاني انظر هنا قام القوم لكن عمرا جالس القيام غير الجلوس قال وإعرابه قام القوم لكن عمرا جالس إعراب هذا محمد السلام بسم الله تفضل لا قام القوم قام القوم أحسنت القوم قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من العراب القوم أحسنت القوم فاعل مرفوع علامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره نعم قام القوم لكن نعم حرف نصب وسدراك نعم مبني على الفتح لا محل له من العراب قام القوم لكن عمرا جالس عمرا اسم لكن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لكن عمرا جالس لكن قبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره قال وَتَقُولُ فِي عَمَلِكَ أَنَّ انتبه لي كأن قال وَتَقُولُ فِي عَمَلِكَ أَنَّ كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ والأصل شوف الأصل الأصل إن زيدًا كأسد الأصل إيش إن زيدًا كأسد قالوا فأخذت الكاف هذه كأسد أخذت الكاف ودخلت على ماذا على إن صارت إيش كأن زيدًا أسد فهمون الله نعم قال والأصل إن زيدًا كأسد فقدمت الكاف ليدل الكلام من أوله على التشبيه فهمة وفتحت الهمزة بعد كسرها فصار فصار كما ذكر كأن بعد أن كانت إن زيدًا كأسد قال وإعرابه كأن حرف تشبيه ونصب تنصب الإسم وترفع الخبر وزيدًا وزيدًا اسمها منصوب بها وأسد خبرها مرفوع بها وتقول في عمل ليت ليت عمرا شاخص غفار بسم الله أعرب ليت عمرا شاخص ليت حرف ناسخ مبني على الفتح مبني على الفتح لا محل لهم العراب نعم عمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره عمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم شاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه ضمت الظاهرة على آخره شاخص خبر ليت مرفوع علامة رفعه ضمت الظاهرة على آخره أحسن وتقول في عمل لعل لعل الحبيب قادم عدنان أعربت أمسي لم تفضل أعرف نعم لعل الحبيب قادم تريد أن يكون الحبيب قادم أو لا تريد جيد تفضل يا عدنان نعم نعم لعل اسمه لعل لعل هذا مرجوع الوقوع لعل أفضل نعم لعل الحبيب اسمه لعل منصوب علامة نصبية فتحظ ظاهرة على آخر أحسنت أحسن الله إليكم ممتاز قال هنا فقد علمت أنه لا يختلف عملها وإنما تختلف معانيها من حيث العمل نفس العمل تنصب الأول ترفع الثاني وإنما يختلف المعنى قال وإنما تختلف معانيها وقت اختلاف ألفاظها على الأصل في اختلاف اللفظ أي أن اللفظ عندما يختلف يختلف المعنى قال وإنما عملت هذا السؤال لماذا عملت إن وأخواتها قال وإنما عملت لمشابهتها للفعل الماضي نحو كان في ماذا شابهت الفعل في كم أوجه قال هنا في ثلاثة أوجه بحسب كلامه الوجه الأول قال في البناء تمام في البناء على الفتح لأن الفعل الماضي مبني على ماذا الفتح انظر إن أن كأن لكن ليت لعل كل ما بناء الفتح إذن شابهت الفعل الماضي في البناء الفتح هذا وجه الشبه الأول تضع واحد اثنين وفي عدد الأحرف الفعل الماضي غالبا من كم أحرف يتكون من ثلاثة إن ثلاثة أحرف أن ثلاثة أحرف ليت ثلاثة أحرف لعل أربعة أحرف لكن خمسة أحرف بل بعضها أكثر من فعل الماضي هذا وجه الشبه الثاني قال ودلالته على المعاني المختلفة تدل على معاني فإن وأن بمعنى 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 أكد كأن بمعنى شابه لعل بمعنى ترجع لكن بمعنى سدرك ليت بمعنى تمنى إذن تدل على معاني مختلفة جيد وكذلك وكذلك تشبه الفعل الماضي هذا وقت الشبه الرابع الآن في كونها تعمل في معمولين تعمل في معمولين الفعل الماضي يعمل في ماذا وفي ماذا يعمل في الفاعل وفي المفعول أربعة الفعل ماذا ماذا يعمل نحن قلنا لو تذكرون في الكلام على أركان الإعراب عندنا عامل ومعمول وعمل وأثر صح ما هو العمل الذي يعمله الفعل يرفع وينصب وهذا ايش تعمل تنصب وترفع صح إذن الوجه الخامس أنها تعمل ذات العمل الذي يعمل الفعل وهو ايش النصب والرفع إلا أنها هي تنصب الأول وترفع الثاني والفعل يرفع الأول وينصب الثاني إذن كم أوجه شبه خامسة هو ذكر كم ثلاثة وزدتكم كم اثنين واضح هو يمكن تزيد سادس تقول وتلحقها نون الوقاية صح لا ترسم هذا نعم وقبل يالنفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشاء وليتني فشاء وليتي نذرة ومعنى على العكس وكن مخيرة في الباقيات واضح قال هنا بارك الله فيكم وكان عملها انتبه هذا التعليل لطيف تعليل لطيف من الشارع الشارع له لمسات جميلة في هذا الشرع وكان عملها عمل من؟ إِنَّا وَأَخَوَاتِهَا 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 الواو للاستئناف معنى مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ألف منع من ظهورها التعذر ومعنى مضاف وإن بكسر الهمزة مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وأن الواو حرف عطف وأن بفتح الهمزة معطوف على إن بكسرها مبني على الفتح في محل جر للتوكيد اللام زائدة والتوكيد خبر مبتدأ السابق وهو معنى مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد يعني بسم الله أن أن يعني أن إن المكسورة الهمزة طبعا هناك مواضع لكسر الهمزة وهناك مواضع لفتح الهمزة وهذا بحث فيه بعض الطول تعمدت أني لا آتي به أشيط طوله إذا أردتم نشير إليه في الدرس القادم قبل بداية درس ظنة وأخواتها إلى أهم المواضع التي تكسر فيها الهمزة همزة إن وهم المواضع التي تفتح فيها همزة أن إن شاء الله قال هنا يعني إن المكسورة الهمزة وأن المفتوحة الهمزة يفيدان التوكيد أي توكيد قال توكيد النسبة ما معنى توكيد النسبة أي توكيد إثبات أمر لآخر أو نفي أمر عن آخر أنت إذا قلت إرحمك الله أنت إذا قلت مثلا زيد مجتهد واضح ربما السامع في حالة تردد هو يعرف أن زيد هذا لم يكن مجتهدا من قبل كيف صار مجتهدين واضح فتريد تحتاج إلى تأكيد الكلام فتقول إن زيد مجتهد واضح هنا تؤكد النسبة النسبة هنا إثبات أو نفي إثبات إثبات نسبة الإجتهاد إلى زيد قد يكون بالعكس تقول مثلا زيد لم لم يجتهد أو زيد غير مجتهد تقول ماذا إن زيد غير مجتهد إذن إنما فائدتها فائدتها التوكيد أن كذلك فائدتها التوكيد لكن أن تزيد أنها مصدرية أيضا تؤول بمصدر فقال هنا أي توكيد النسبة وهو رفع احتمال الكذب ودفع توهم المجهز وهو الضمير في قول وهو يعود على مانا وهو ما هذا الذي وهو التوكيد وهو أي والتوكيد رفع احتمال الكذب فأنت إذا أكدت الكلام تمام رفعت احتمال الكذب مقصوص بالكذب هنا الخطأ تمام رفع احتمال الكذب ودفع توهم المجهز لأن في الغالب في الغالب انتبه معي في الغالب الكلام إذا أكد إن دفع عنه المجهز في الغالب وإلا فقد يؤكد الكلام ومع ذلك يدخله المجهز وله أمثلة لكن في الغالب أن الكلام إذا أكد دفع عنه المجهز قال هنا وهو رفع احتمال الكذب ودفع توهم المجهز فيكونان لتأكيد النسبة إيش النسبة التي هي الثبوت نسبة الثبوت أو نسبة النفي فيكونان من من إن وأن فيكونان إن وأن لتأكيد النسبة أي نسبة الثبوت أو نسبة النفي إن كان المخاطب عالما بها إن كان المخاطب عالما بها الضمير في قوله بها يعود على ماذا على النسبة دقق فيها واضح يعني إذا كان مثلا أنا أكلم السديماس أقول للسديماس مثلا نأخذ واحدا منكم على سبيل المثال نقول على سبيل المثال آدم أقول للسديماس آدم مشتهد والسديماس يعلم أن آدم مشتهد تمام فأنا أريد أن أؤكد له ذلك فأقول إن آدم مشتهد هو مع كونه عالم لكن هذا للتأكيد حال كونه عالما انظر ماذا قال فيكونان من ومن إن وأن لتأكيد النسبة إن كان المخاطب من المخاطب الآن رسديماس تمام عالما بها أي عالما بالنسبة جيد ولنفي الشك عنها إن كان مترددا إذا كان سديماس هو متردد هل آدم هذا مجتهد أو غير مجتهد فقلت له إن آدم مجتهد إن هنا ما فائدتها فائدة والدفع الشك في الأول في حق من كان عالما في حق ما لو كان المخاطب عالما هي للتأكيد في حق ما لو كان المخاطب مترددا هي لدفع الشك فهمون لنا قال ولنفي الشك تقدير الكلام إيش ويكونان لنفي الشك من ومن يكونان إن وأن لنفي شك عنها أي عن النسبة تمام إن كان المخاطب مترددا شوف غير موجود هذا تكتب هذا إن كان المخاطب مترددا قال هنا ولنفي الشك عنها إن كان مترد أو لنفي الإنكار لها هذه الحالة رقم كم الآن ثالثة أو إن كان منكرا لها تمام أو لنفي الإنكار لها إن كان منكرا لها لو أن أنا أستاذ دمس نقلس بعد العصر نشرب الشاي ثم نذكر آدم فيقول آدم ليس مجتهدا ليس مجتهدا في دروسه لا يواضب على دروسه لا يحفظ ورده لا يراجع دروسه أولا بأول واضح لا فقلت له عبدا إن آدم مجتهد إن هنا لماذا لنفي إنكار المخاطب إذن إن كم لها أغراض ثلاثة إما لتأكيد النسبة إن كان المخاطب عالما أو لنفي الشك إن كان المخاطب مترددا أو لنفي الإنكار إن كان المخاطب منكرا فهم أو لنا جيد إظهار واضح حالة كم ثلاثة ولذلك الله عز وقل عندما خاطب المشركين فقال إن الساعة آتية إنه لماذا لنفي الإنكار مع الخطاب مع أناس منكرين منكرين في أم الساعة صح أو لنا طيب الله عز وقل لما قال في القرآن الكريم إنك ميت وإنكم ميتون هذا النفي الإنكار هل في أحد ينكر الموت إن هنا لماذا للتوكيد حتى الكفار يؤمنوا بالموت حقيقة محسوسة يعني واضح هنا هنا إن للتوكيد إذن انتبه لمثل هذا واضح متى تكون إن للتوكيد متى تكون إن لنفي الشك متى تكون إن لنفي الإنكار قال هنا فيكونان لتأكيد النسبة إن كان المخاطب بها إن كان المخاطب عالما بها ولنفي الشك عنها إن كان مترددا أو لنفي الإنكار لها إن كان منكرا فالتوكيد لنفي الشك مستحسن حينما كان رسالدماس في شك من اجتهاد آدم التوكيد مستحسن ما معنى مستحسن أي مستحب بلاغة مستحب من حيث البلاغة يستحب للمتكلم أن يؤكد حينما يكون المخاطب مترددا يستحب من أين ناحية من ناحية شرعية يستحب من ناحية بلاغية طيب ولنفي الإنكار واجب حينما يكون أستاذ ديماس منكر منكرا اجتهاد آدم حينئذ المتكلم يجب عليه أن يؤكد فيقول إيش إن آدم مجتهد هذا وجوب شرعي لا هذا وجوب بلاغي قال ولنفي الإنكار واجب جيد قال فالتوكيد لنفي الشك مستحسن والتوكيد لنفي الإنكار واجب أي بلاغة والتوكيد لتأكيد والتوكيد لتحقيق النسبة إذا كان المخاطب عالما مباح فهموا لا فكل واحد لها إيش لها حكم يعني إذا كان عال بالنسبة وأؤكد له هذا مباح إذا كان متردد فالتوكيد ما حكمه مستحب بلاغة إذا كان منكرا فالتوكيد ما حكمه واجب بلاغة أنتم معين جيد الحمد لله ولدك انظر ماذا قال فالتوكيد لنفي الشك مستحسن واحد ولنفي الإنكار واجب اثنين ولغيرهما غير إيش وإيش غير نفي الشك وغير نفي الإنكار ولغيرهما جائز مباح مستوي الطرفين فالحالات كم الحالات ثلاث احفظوا هذا وافهموا قال ولكن الواو حرف عطف لكن مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وهو نائب عن مضاف محذوف دل عليهما قبله وهو معنى إن ومعنى لكن إلى آخره قال للاستدراك اللامزائدة والاستدراك خبر مبتدى مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد يعني أن لكن تفيد الاستدراك ما هو الاستدراك قال وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه تعقيب الكلام تعقيب بمعنى اتباع اتباع الكلام اتباع الكلام تعقيب الكلام أي اتباع الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو ما يتوهم نفيه انظر مثلا تقول زيد شجاع زيد شجاع لكنه بخير لماذا أنت عندما قلت زيد شجاع يفهم كثير من الناس انه ما دام زيد شجاع اذا كان زيد شجاع اذا هو كريم سخي لان الذي يخاطر بنفسه يجود بنفسه من باب اولى ان يجود بماله واضح او لا ما دام انه شجاع عنده اقدام واضح فهو كريم في النفس من باب اولى ان يكون ايش كريم في المال فانت عندما قلت زيد شجاع قد يتوهم كثير من الناس انه ايضا كريم لكن قلت بعد ذلك مستدرك تدفع تدفع هذا التوهم تمام الذي قد يحصل عند بعض الناس قلت زيد شجاع لكنه بخيل واضح هنا هذا معنى قوله تعقيب الكلام انظر الان ما معنى تعقيب الكلام اكباع الكلام انت اتبعت الكلام ولديك لكن هذه لابد ان تسبق بكلام اتبعت الكلام برفع ما يتوهم ثبوته لانا قد توهم من ثبوت الشجاع ثبوت الكرم فرفعت الكرم تمام او نفيه كأن تقول مثلا زيد جبان لكنه كريم عندما تقول زيد جبان قد يفهم بعض الناس ان هذا الرجل ما دام انه جبان اذا بخيل نعم قلت هو فعلا جبان لكنه ماذا لكنه كريم هنا دفعت ما يتوهم ايش ما يتوهم نفيه رجل يكون واضحا تمام كأن تقول مثلا زيد من الناس زيد بطيء الحفظ لكنه حاد الفهم في حفظه بطء لكن في فهمه جودة جيد الفهم واضح انت الان تستدرك لان قد يظن بعض الناس ان حفظه لما كان بطيئا اذا فهموه ايضا بطيء هو في الحفظ عنده بطء لكن في الفهم عنده جودة والعكس ايضا فهمه قال هنا يعني ان لكن تفيد الاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه وتقدم مثاله وكأن وهو حرف عطف كأن بفتح الهمزة وتشديد النون مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وهو نائب عن مضاف محذوف كالذي قبله للتشبيه اللام حرف جر زائد والتشبيه خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغار المحل بحركة حرف الجر الزائد يعني ان كأن تفيد التشبيه وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بينهما وهو الدلالة على مشاركة أمر أي المشبه لأمر أي المشبه به في معنى في صفة بينهما إذا قلت زيد كأن زيد أسد أين المشبه زيد هذا الأمر الأول أين المشبه به أسد هذا الثاني المشبه به صح الأمر الثاني ما الصفة المشتركة بينهما الشجاعة انظر وهو الدلالة على مشاركة أمر وهو المشبه في المثال زيد كأن زيد أسد لأمر هذا الأمر الثاني ما هو مشبه به أسد صح في معنى ما هو المعنى صفة الشجاعة قال لمعنى بينهما كأن هند قمر وقص عن هذا وتقدم وليت ألواو حرف عطف ليت مبتدأ الواو حرف عطف ليت إيش قال عندكم في عراب ليت مبتدأ قال رحمه الله تعالى مبتدأ 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 على الفتح في محل رفع وهو نائب عن مضاف محذوف كالذي قبله للتمني اللام حرف جر زائد والتمني خبر مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة لأجل حرف الجر الزائد يعني تبه يعني أن ليت تفيد التمني وهو أي التمني وهو طلب ما لا طمع فيه طلب ما لا طمع فيه كقول قائل كقول قائل ليت الشباب يعود يوما لا طمع فيه هذا صح قال أيام لا تعود إلى الوراء يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم إنما أنت بضعة أيام كلما ذهب منك يوم ذهب منك بعضك واضح كلما ذهب منك يوم ذهب منك بعضك إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدنينا من الأجل فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران بالعمل ليت الشباب يعود يوما هذا تمني لما لا طمع فيه لا طمع في حصوله أو ما فيه عسر أي طلب ما يطمع في حصوله لكن فيه عسر كقول الفقير ليت لي قنطارا من ذهب يطمع في حصوله لكن في حصول ذلك إيش عسر قال وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر ننتبه هنا ليت تكون في متعذر الحصول وفي متيسر الحصول أو نقول بعبارة أخرى ليت تكون في متوقع الحصول وغير متوقع الحصول يعني في الشيء المتوقع وفي الشيء غير المتوقع هذه من هذه ليت بعدين نشوف لعل حتى نعرف الفرقة بين ليت ولعل تمام قال وتقدم مثالها ولعل الباب حرف عطف لعل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع وهو نائب فاعل عن مضاف محذوف دل عليه ما قبله دل عليه ما قبله كما تقدم للترجي اللام حرف جر زائد والترجي خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد قال والتوقع الواو حرف عطف والتوقع معطوف على الترجي والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد يعني أن لعل تفيد شيئين أحدهما الترجي تمام وهو طلب الأمر المحبوب هذا الترجي الفرق بين الترجي والتوقع الترجي طلب الأمر المحبوب كما قال عدنان قبل قريف الإعراب لعل الحبيب قادم هذا إيش نسمى ترجي لماذا طلب الأمر المحبوب أو يقول في مثال يناسب طالب العلم لعل الله يغفر لي لعل الله يغفر لي هذا طلب أمر محبوب جيد هذا يسمى ترجي والثاني التوقع وهو الإشفاق من المكروه ما معنى الإشفاق؟ الخوف في القرآن الكريم في سورة الطور إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ما معنى مشفقين؟ خائفين من خاف في الدنيا أمن في الآخرة ومن أمن في الدنيا خاف في الآخرة قال والتوقع هو الإشفاق من المكروه نحو لعل زيدا هالك شوف هذا يخاف على زيدا يهلك هذا هو إيش؟ هذا هو الإشفاق هذا هو التوقع الإشفاق من المكروه لعل زيدا هالك وتقدم إعرابه أي وتقدم إعراب نظيره لاحظ معي في لعل تكون فيما يمكن وقوعه صح؟ أما ليت يمكن فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه إذن أيهما عم؟ ليت عم لأن تستعمل فيما لا يمكن وقوعه وفيما يمكن وقوعه لكن مع العسر أما لعل لا تستعمل إلا فيما يمكن وقوعه فقط واضح؟ سواء كان وقوعه محبوبا أو مكروها سواء كانت لي الترجي أو كانت لي التوقع ثم قال رحمه الله ثم أخذ يتكلم على القسم الثالث بقوله وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها هذا مفتدح الدرس القادم نكتفي بهذا والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحب أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر